في لقطتين مهمين جداً قبل ما أقفل مطش الأهلي وينج أفريكنز وطبعاً النهاردة كلام تحليلي عن مواجهة الأهلي وأيضاً مواجهة البرابنز معنا ويزيبوا اللي هتكلم عنها بعد اللحظات بس في لقطتين مهمين جداً في مباراة الأهلي لقطة سلبية جداً ولقطة عظيمة جداً اللقطة السلبية جداً هتولي الصورة يا جماعة هتولي الصورة طاهن محمد طاهر اللعب الكبير لعب النادي الأهلي لعب الدولي لعب العظيم نازل وهو بيتغير في المباراة مش لابس الشنكار اللي هو وقل قدم ده وده طبعاً ممنوع ممنوع أنه ينزل ملعب من غيره فإنه حصل أنه الحكم قال له ارجع الحكم قال له ارجع فالأهلي هنا خسر فترة توقف في التغيرات وعرفين أنت عندك ثلاث فترات توقف ولو تفتكروا المباراة اللي كانت من كم ساعة ياسر إبراهيم تصاب في نهاية المباراة قبل الثلاث دقائق مثلاً من نهاية المباراة ونزل خالد عبد الفتاح لو لو اللاعب ما كانش عنده فترة توقف كمان أو كان يستخدمها مارس الكورة ما كانش هيقدر يغير ياسر إبراهيم ويلاقي لعب عشر لاعبين ليه؟ عشان خطأ ما ينفعش أبداً يحصل من لعب دولي لعب أهلي لعب واخد بطولات كثيرة أنه نازل من غير الشنكار يا سلام يا سلام طبعاً هو خطأ يشترك فيه طهر محمد طهر ويشترك فيه إداري الفريق أنه ما ينفعش أبداً أن يخش كده أنت ما حسيتش النهاردة بأزمة أو بمشكلة عشان اللي بقولك عليه ده لو كان الأهلي خلص فترات تغييراته ويسر إتصاب في آخر المباراة وكان الأهلي ما لقاش فترة تانية يغير فيها الخالد عبد الفتاح كنت هتفتكر اللقطة دي كنت هتفتكر اللقطة دي ليه عشان كان فيه تغييرين مع طهر في نفس اللحظة فالأهلي خد فترة خلاص ورجع طهر لبس الشنكار نزل بقت فترة تانية أصلاً غريبة جداً بص على الحاجات دي ما بعدهاش وما ينفعش يتعدي في لعب بلعب في النادي الأهلي كبير الكورة الأفريقية ما ينفعش أبداً مستحيل لقطة تانية عظيمة في المباراة مش سلبية عظيمة جداً معتادة جداً من جماهين النادي الأهلي فرّج جماهين النادي الأهلي في تانزانيا رفعوا إيه؟ بأروحكم الطهرة يزيد اليقين ستظل بيننا تشهدوا النصر المبين يا سلام يا سلام هذه الرسالة من جماهين النادي الأهلي لأهل غزة ربنا يا رب ينصرهم بإذن الله بإذن الله جمهور الأهلي في تانزانيا رفعوا هذه اللفتة شيء عظيم جداً ورائع جداً بطة حلوة حلوة أيوة يعني حلوة أيوة